يا مرحبا تايكو ايردروب أبك سوف نشغل النوت كالعادة على جهاز VPS سوف نرى طريقة التسجيل مع بعض فيلا بنا على الشرح قبل أن تبدأ بالاشتراك وتفعيل زر الجرس وقناة التليجرام للتحديثات عندي قناة الرسمي كريبتو ألرت وقناة الثانية موجودة في الوصف كريبتو ألرتو اشترك فيها الاثنين لكي تتواصل بجميع الشروحات الجديدة طبعا عندي بلاي لست حق النوت فقط متخصصة في النوت يعني نشغل النوضات فهنا راح تحصل جميع النوضات اللي سويتها على القناة سوينا شارد يوم نوت والسويد نوت وآليان نوت الآن راح نشتغل على تايكو نوت فشو راح نحتاج بإذن الله راح نحتاج هذه المقالة متخصصة في تايكو من الموقع الرسمي الخاص بهم التقيمونتر الخاص بهم فنحتاج بعض الأوامر أول شيء وبعدين الناس الجدود لازم تشوف هذا الفيديو حق سوي ايردروب نوت لانت دقيقة 6 راح يبين معك كيف طريقة تسطيب VPS وطريقة تسطيب البرنامج اللي راح نشتغل عليه وكذلك ال IP الخاص بك كذلك لازم تحمل بعض الأوامر ثلاث أوامر هذه هم الأوامر sudo apt update وبعدها راح تحط sudo apt install docker ضروري البرنامج راح تحتاج توصلك لانت 9000 ثانية يعني راح تخلي جهازك شغال لاني يعطيك خلاص تم التحديث وبعدها راح يعطيك البرجين الخاص بك فإذا راحنا أول شيء على الأمر نشوف البرجين الخاص بنا ونشوف إذا نسوي install على VPS الخاص بنا بالDocker وبعدها ننتقل الخطوات ضروري هاي ثلاث أوامر أول شيء تبتدي بهم وبعدها ننتقل الى شرح الآن راح ناخد نفس ال IP الخاص بنا طبعا الناس اللي تسأل هل ممكن نشتغل على نفس ال IP في جميع النودات طبعا على حسب الكاباسيتي الخاص بك عندنا احنا 8 GB فممكن نشتغل يشيل لك 4 أو 5 نودات وبعدها تسوي نود جديد أو VPS جديد فالمهم نكمل الشرح نروح هنا ثم نحط ال IP الخاص بنا و Open بهذا الشكل راح يبين معك بهذا الشكل Login والباسورد أنا شرحت قبل في السابق عند اشتغلنا في هذا الموقع راح يعطيك تدخل باسورد الخاص بك وتكتبه هنا فدروري تشوف أول شيء من 6 دقائق لانه ما فيني أعيد أشرح ضروري الفقرة هذي تشوفها بعد انتعال نكمل معي ال AirDrop نضغط نحط الآن باسورد فالباسورد الخاص بي راح أحطه طبعا راح يكون مخفي لأنه الموقع أصلا يخفي لك الباسورد لازم تكتب الباسورد صحيح عشان ما تحصل غلط نعطي Enter و راح يبين معي دخولي اول شي عند دخولك راح تأتي تسوي هذا و بعدين تحمل هذي راح تأخذك مثل ما قلت 9000 ثانية و بعدين تأتي على الأمر هذا الذي راح أضغط عليه الآن و أشوف الفقرة اليمين على الماوس تضع هنا and cast the enter راح يبين معي01 راح تأتي معي 2000 و2021 بعدها راح تأتي لهذا الحديث الخاص بتائكو أول ستأخذ We use Get Clone بهذا الشغل Copy تأتي هنا و تضعatه في هذا الأمر راح يبين معك already exit ent brother already en내 حملاتي Via thenrations i select enter راح يبين معي في العلامة الخادرة ونأتي هنا كذلك نفعل الأمر الآخر ونضعه هنا انتر وبعدها الأمر الآخر اللي هو هذا وبعدين انتر تمام؟ رح يبين معك بهذا الشكل ركز معي هنا شو رح تسوي هنا شو رح تحتاج أول شي رح تحتاج تنشئ محفظة جديدة private key يعني تجي تحطها هنا كذلك هاي الفولست هذي ستجعلها true كيف؟ شايفين العلامة الخضراء اللي فوق هذي العلامة وين الماوس هذي الماوس شايفينها الفوق رح تنزل بالكمبيوتر عندنا ثلاث أسهم عفوا أربع أسهم السهم الأول والثاني والثالث يمين الشمال وفوق وتحت تنزل تنزلها بهذا الشكل اوكي لين تحت انابل Prover اوكي وبعدين بزير بالزر يعني اليسار او اليمين اوكي بهذا الشكل تمسح الفولست وتكتب true تمام تمام نرجع باليسار وننزل تحت نحن نضع اوكي نضع نضع المتامسك وننشأ محفظة جديدة ونضع المتامسك الآن نضع المتامسك نضع المتامسك ثلاث نقاط ثلاث نقاط ثم نضع المتامسك المناسك ثلاث نغarry نضع اسف التقط نحن المتامسة الفرم ثلاث المتامسك على اللعبة مطلع طبعا لان اول مرة سوي النوت معاكم في حلق تايكو فكلمت التعم على الديس كارد طبعا اراويكم شو واجهتني المشكلة كلي لازم سوي هذا الرقم نرجع لهذا الرقم طبعا المشكلة اللي واجهتني انه يقول لي this address band already in use يعني ادرس الخاصة ب already in use انت لازم احنا لازم يبين معنا انه قاعد يحلل العقد فقال لي لازم نروح على نفس الامر يعني هنا سوي هنا for true اوكي نحط ال private key ونغير البورت هذا البورت نغيره الى واحد الصف الاخير نغيره واحد تمام فقط احاول اغيره فتمام غيرتها ناجي تحت ونغير يعني هذه pause اوكي نخليها true ونحط ال private key كالعادة ونرجع ونشوف اذا رح يشتغل معنا طبعا لازم يكون معك راصيد سيبوليا رح خليكم الفوسيت كيف تجيبوا الراصيد اوكي يعني هنا رح تحصلون في السيبوليا test network هذه هي لازمكم راصيد ضروري عشان يقبل معكم النوت ناخد ال private key نروح نحطها كذلك هناك فحطيت ال private key اوكي نتأكد نشوف كل شي صحيح true هنا ونغير port هذا اوكي هنا رح تيجي تسوي control بالحاسوب الخاص بك تكون اوكي control o مثل هذه شايفينا enter و control x اول شي يبتدي ب control o عشان تفهموا control o اوكي رح يبين معك بهذا الشكل اوكي العلامات هذي لما تشوف العلامات هذي تأتي enter وبعدين enter وبعدين control x يعني احفظ له البيانات هذي رح يحولنا الى هنا هنا نروح نحط الامر الاخير رح احط هذا الامر لانه انا اسويت down لانه اريد اسوى stop لانه واجهت مشكلة انت رح تحط على طول هاته هذا الامر الاخير اوكي بالل بورت او اخر بورت باحث تمام نرى enter ونشوف ترح يشتغل معنا ولا لا يلا اوكي تمت العملية بنجاح نعطاني المشكلة ثم اوكي تمام جدا اوكي تمام نرى اوكي ترجعها اوكي ترجعها هذي سعيده فاجهت الآن ماذا تقوم بتح misconفرصة بكي نعطاني الموجودة فقالي الآن ما قالي اوكي ترجعها اوكي ترجعها قلت له اوكي ترجعها نضع نفس الأمر هذا نأتي هنا ونضع هذا ونضع الأمر من هنا نرى نضع View في النوات الوقت نضع هذا ونضع نضع ونضع 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 أراكم على خير في الفيديوهات مع السلام